طبعاً نحن الآن ننظر إلى إعلان عنية لهجوم عسكري ونتمنى في واشنطن أن لا يتم هذا الهجوم أو أي نوع من التحرك الذي لن ينفع وسيسبب بمزيد من الدمار والخراب في هذه المنطقة التي عانت الكثير في السنوات الماضية طبعاً أيضاً في واشنطن نحن نركز اليوم على النمو والازدهار والسلام في هذه المنطقة كما نعرف منذ فترة قريبة تم رفع المنطقة منطقة شمال شرق سوريا عن قانون قيسر لأن الولايات المتحدة تستثمر اليوم جهدها ووقتها ومالها في رخاء هذه المنطقة فأي تحرك تركي سيكون ضد المصلحة الأمريكية الواضحة من جهة طرف التركي هناك أكثر من تحليل لكن الوضع الاقتصادي وحتى السياسي المتأزم بعض الشيء في تركيا قد يدفع أردوغان إلى التوجه إلى تحرك سياسي خارجي أو عسكري خارجي لصرف الأنظار من جهة من الطرف الآخر أيضا الفراغ الذي يوم روسيا خلفها في سوريا طبعا قد تساهم بثيرا في تحرك وتغير على الخارطة الجغرافية والسياسية صحيح يعني برأيك كيف ستكون ردة فعل روسيا وواشنطن الدول الضامنة لوقت إطلاق النار لهذه التهديدات التركية لمناطق شمال وشرق سوريا يعني ألا يشكل ذلك انتهاكا واضحا للأعراف الدولية أو المواثيق؟ طبعا كما قلت ليست من مصلحة أحد أن يكون هناك أي تحرك عسكري أي تحرك أي شيء يزازع الأمن في هذه المنطقة هذه من جهة من جهة ثانية يعني هناك تخوف كبير جدا من الحديث عن نقل لاجئين سوريين إلى هذه المنطقة وفرض تغيير ديمغرافي على هذه المنطقة عبر هذا يعني وضع مليون لاجئ سوري تحدث عنهم من الطرف التركي اليوم في شمال شرق سوريا في هذا الشريط الحدودي أعتقد 30 كيلومتر أو 20 ميل يعني هذه التصرفات ليست كما قلت سيدتي ليست ضمن الأعراف الدولية طبعا واشنطن ستضغط سياسيا وستحاول العمل مع الطرف التركي لكن كما قلنا أيضا ليس هناك يعني هناك نية عن عمل عسكري ونتمنى أن نعمل من الطرف التركي لأن لا يكون هناك أي عمل عسكري أو يتحرك عبر الحدود نعم برأيك هل ستتخذ واشنطن مقاربة بين موقفها من الحرب الأوكرانية والتهديد التركي لمناطق شمال سوريا أم أنها ستتخذ موقفا مغيرا الموضوع مختلف بعض الشيء يعني تركيا حليفة نيتور روسيا يعني من نوع بآخر عدو للبيئات المتحدة أو مندل للبيئات المتحدة هناك آليات للعمل مع تركيا ضمن الأحلاف والعلاقات الموجودة حاليا يمكنها المساهمة في تخفيض التوتر ويمكن قناع تركيا عدم التحرك في هذا الاتجاه لكن على تركيا أن تعرف أيضا أن الرخاء والسلم في منطقة شمال الشرق سوريا هو ما سيساعد في إيجاد حل لهذا النزاع وهذا الخلاف بين الطرفين العمليات العسكرية والاختراقات الحدودية فقط تؤجج هذا الصراع لا تنهيه فعلى الطرف التركي أن يكون متعقلا أيضا ويعرف أن العمل السياسي والعمل الدبلوماسي قد يؤتي أكله أكثر بكثير من تحرك عسكري سيثير غضب ليس فقط الطرف السكان وخيادات الشمال الشرق سوريا لكن أيضا أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية نعم وصلت الفكرة أستاذ حازم الغبرة كنت معنا من واشنطن مستشار سابق في وزارة الخارجية الأمريكية شكرا جزيلا لك